السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه النهاردة ان شاء الله معاكم سندويتش الشرمة الفضيع ده بطريقة كده جميلة وسهلة قوي 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 تقدر اي واحدة تعملها لسة يعني لسة عرئيس جداد يخش المطبخ ويعملوه بك قلبي جامد طبعا كلنا بنموت في الحاجات الحلوة زي هقول لكم طبعا بقى الطريقة وعملت برضو العيش السوري عملت بطريقة جميلة قوي وسهلة جدا وتسويت برضو سهلة قوي قوي وطريقته برضو الحمد لله كانت نكحة جدا وكانت طعمه رهيب فهمشي معاكم خطوة بخطوة وهنعملها مع بعض اول حاجة طبعا بقى هتجيبك الميت البانيلة معاكي او الصدور الدجاج وتبدأت قطعها بقى شرايح كده رفيعة انا بحب التقطيع دي في الشورمة قوي بتديها شكل للشورمة الجهزة غير القطع يعني دي شكلها بيكون حلو قوي كفاهم في الشورمة هقطع بقى الكمية كلها لمعايا دي وبعد كده هبدأ بقى نضيف في الخلطة بتاعتنا خلاص كده قطعت الكمية بتاعتي كلها انا كان معايا نصف كيلو بني وقطعت بقى شرايح كده زمانتو شايفين سغيرة جدا وجبت معايا بقى اجناء علبة بغطا عشان طبعا نحطها شوية في التلاجة اول حاجة بقى انا جبت علبة زبادي اللي هي العادية يعني هحط كده نصفها الاول وهضيف بقى كيس خلطة الشورمة السوري ده رهيب التوابل بتاعته فضيعة بجد يا جماعة يعني يا ريت ما حدش يعد يحط التوابل من عنده جبي الكيس ده وخلصي نفسك كده على طول جميل قوي قوي وضيفت معلقة طحينا برضو صغيرة كده من عندي وشوية زيت هو اصلا الكيس مكتوب عليه تحط التوابل دي على شوية زيت عباد الشمس او دورة يعني بس لكن انا لأ قلت لا انا هحط شوية زبادي برضو ان الزبادي بتخلي الفراخ كده بتكون طرية وفي نفس الوقت مستوية وجميلة والتحينة برضو بتدي كده طعم رهيب على فكرة للشوارمة بالزيت بتديها طعم حلو قوي فما تستغنش عنها لو مش عندك برضو كعادي يعني بس يبتدي طعم كده وتست حلو قوي للشوارمة هقلب بقى الخلطة كده كويس قوي وهضيف برضو شوية زيت كمان وهبدأ بقى ان انا انزل بكده على الفراخ بتاعتي الصغيرة اللي احنا قطعناها مع بعض دي بس الاول هبشر شوية جستو طيب جميل جدا وبدي طعم حلو قوي للشوارمة قوي 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 بحب قوي جستو طيب في الشوارمة والصواني بتاعت الفرن بتدي طعم جميل جدا طبعا القطع الفراخ بنكون بقى غسلنها قبل قصة ما نقطع خالص الفراخ ونكون مصفينها كويس قوي من المية عشان تشرب من الخلطة بتاعتنا وتدي طعم طبعا اللي احنا ايه بنحبه بنجيبه من برا هقلبها بقى كويس قوي قوي عشان كلها تشرب كامل بعدها وهغطيها واشالها في التلاجة انا سبتها حوالي ست ساعات هو طبعا لو انت حبها تعمليها بقى ونوية تعمليها ياريت تعمليها قبلها بيوم واتسيبها كافة التلاجة بتبقى تعمى حلو جدا هنعمل بقى مع بعض العيش السوري انا اول حاجة جبت هنا كباتين دي ايه محضرها معايا كباتين دي وكنت نخلاهم طبعا قبل ما ابدأ معاكو ومعايا برضو كبات لبن لبن ده لبن بخيره عادي او وجهينا يعني بيكون فاتر شوية ما يكونش سائع ومعايا كس خميرة هضيف الاول كس الخميرة بقى اهو هضيف كله طبعا لو عندك خميرة لياس تايبة حط معلقة كده صغيرة تكون حلوة يعني بس سملي المعلقة كلها على اخرها واحط برضو معلقة السكر صغيرة وهضيف برضو نص معلقة ملح مش كتير الملح قوي بس كده هقلب بقى المواد الجافة دي الاول كامع بعض الاول كويس يعني وبعد كده هنزل بقى باللبن الدافي بتاعي شوية بشوية طبعا بقى لو مش عندك لبن دافع عندك مثلا لبن قصد سايب يعني لبن عايز يعني مش بودرة حطي بقى معلقتين لبن بودر او كيس اللي هو النيدو الصغير ده برضو اللبن بيدي تعم حلو اوي في العيش السوري انا يعني جربتها كذا مرة كان جامل اوي طبعا بقى هبدأ اضيف كده شوية بشوية لغاية لما يخرس معاية كمية طبعا لو لقيت نفس انها محتاجة شوية مية او لبن هبدأ ازود تاني عادي ان فيش اي مشكلة انا كده خلصت كوبات اللبن معقول لقد اتركوا عليها فانا حاسة لسه في دقيق ما وصل لش اي حاجة فهجيب شوية مية بقى فطرين كده حلوين برضو المية بتكون حلوة يعني طبعا انت بقى ضيفت كده مية فانا حاسة ان هي ممكن تكون محتاجة شوية دقيق مفيش اي مشكلة مفيش حاجة هببوز مننا هفضل كده اقلف فيها لو لقيتها محتاجة شوية دقيق هضيف شوية دقيق وانا فعلا هحتاج شوية دقيق شوية هحتاج شوية صغيرة وهبدأ بقى ان انا طبعا اعجم فيها بقى كده حوالي عشر دقيق هي خلت مني شوية في العجل بس هتريحك فيما بعد هضيف بقى كده شوية دقيق عشان انا حاسة ان هي صيبة شوية محتاجة شوية دقيق فما فيش مشكلة يعني لو عملت معك كده انا جبتها قدامك اهو عشان لو عملت مع اي حد كده ما فيش اي مشكلة خالص وما فيش حاجة هببوز مننا ولا هتريمي ولا اي حاجة اهو شي انا كده حاسة ان هي متمسكة مع بعضها هبدأ بقى ان انا اعجم بقى فيها كده كويس لمدة كده عشر دقيق لاني نجحها برضو بيتوقف على العجل ان انت عجنتي او هفضل بقى عجم بقى فيها شايفين بقى انا عجنتها كويس او طبعا قسلت ايدي بقى عن ما خلصت ووردها لكو بقى هي شايفين بقى عاملة ازاي جاملة جدا جدا ومسكة نفسها بقى كده وانا بقى حبيتها انها اجيبها لكو وطبعا لازم تكون نعمة كده وحلوة يعني ما المس هيكون برضو يعني طاري كده معيكي عشان العيش يكون طاري يبقاش نيشيف اهو بس انا بقى هشيلها بقى حطها في طبق كده نضيف واصبها تخمر كده حوالي ايه ساعة وربع كده او ساعة ونص عشان برضو احنا في شتا فاصبها تخمر برحتها والناحية التانية بقى جبت هناك كده خلاص بعد ما سبتها حوالي ساعة وربع كده انا هنامت هيالي سبتها ساعة وربع ايوة لاني بعد كده هكورها بقى على طبق الدقيق دوت يعني جبت سنية كده حطت فيها رش دقيق وهبدأ بقى ان انا اقور الكور برحتي يعني لو بتحبيه مثلا العيش تخين شوية اه كبري الكورة بتحبيه رؤيي صغري الكورة يعني ايه على حسب ما انت ما بتحبيه عادي ما فيش اي مشكلة فيها دي بقى حرية شخصية هبدأ بقى ان انا اقور كده الكور كلها بتاعتي بتاعة العجين دي واهضفها في السنية بتاعت اللي انا رشت عليها رش دقيق تمام كده اهو بس حاول طبعا نستعملوا مقد بعض عشان يطلع العيش كله كده مقس واحد وشكله كمان بيكون حلو اهو بنفس الطريقة كده زمانتو كده شايفين طريقة الكور يعني بتكورها ازاي شايفين اصل العجينة جاميلة ازاي في ايدي وطرية كده وحلو قوي في ناس بيقولوا اللبن لأ بس انا لأ بحب بحط لبن جدا يعني لو محطتش لبن اللي هو السايل بضيف لبن بودرة لازم كده انا خلاص سبتها بعد ما كورتها غطتها بفوتة نظيفة يعني للعجين بسايبها للكلام دوت ورش عليها شوية دقيق وسبتها حوالي نص ساعة او ساعة لربع كده لغاية لما خمرت معاي زمانتو كده شايفين والكورة نفشت شوية دي انا كده بسويها بقى جبت معاي صنية عادية بس جبتها صنية مش طوصة يعني عشان اتصل لعندي صغيرين وانا عايز اعمل لعيش يكون كبير عشان بقى يبقى اي صندويتش شاورمة فجبت معاي صنية كده كبيرة مدورة ومش بتدهنها اي حاجة خالص ولا زيت ولا اي حاجة خالص طبعا انا كنت حطى شوية زيت في العجينة بس التصوير كان قطعها ساعتها تماما انا ستقولك على زي كنت حطى شوية زيت صغيرين قوي زيت دورة على العجين زيت نفسه وانا بعجينه بقى ده كده معايا برضو كورة اهو شايفين بقى عشان خمرت حلوة معايا العجينة جميلة قوي قوي ومساعداني بقى وانا بقى اي بفردها يعني مش بتوعب بقى تكش مني ولا الكلام ده لما بتكش منك بتكون مخدتش كفايتها في النيا متخمرتش يعني كويس فاسباها تخمر كبرة حتا كمان احنا في شتا فبتاخد وقت شوية طبعا ده بقى ارغي في عيش كده صغير انا برضو حبيت اعمله معاكو يعني لو انت حبة تعملي العيش اللي هو العادي او تعملي اللي هو الكبير على حسن طبعا ما بتحبي تبتدي بقى ايه يتنفخ يتنفخ كده من من وش والوش التاني بقى تبتقي تستقلبيه فبياخد بقى معاكو الشكل الجميل ده اهو كده وهبدأ بقى ان انا طبعا اعمل معاكو برضو واحد كمان بس ده واحد كبير شوية عشان برضو ايه اوليك كل حاجة اه طبعا مش قادر اقول لك بقى على ريحته وعلى جماله والله تحفى يعني بجد وطري معاكي اوي وطعمه كان حلو اوي اهو كده هبدأ بقى ان انا برضو اهلفه كده عن ناحية التانية كان حلو اوي 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 بجد تجربته كالجميلة جدا وطري كده معاكي ورحته كمان كان حلو اوي وبرضو موفر جدا يعني السندويتش ده اصلا برا غالي اوي فلما انت تعمليه في البيت بتوفري طبعا كتير جدا وبرضو انت اللي عملاه لولادك وليك وحاجة يعني نظيفه خلاص بقى كده خلصت الكمية اللي معايا كلها الكمية دي كلها من كوباتين دقيق بس عملت حوالي اه تسع سندويتشات تقريبا او تسع يعني ده غافي عيش ده غور غافي العيش ده هو الصغير شايفين بقى بطبقها ازاي وعمل ازاي كأنك يعني بتمسكي حتة كده مش عارف اقول لك ايه الشكل وحلو اوي طعم كان عجبني اوي بصراح جبت بقى معي هنا طاصة كده فيها زيت عشان هبرضو حعمر بطاطس وجبت بقى الجريل بتاعتي هضيف بقى شوية زيت صغيرين اوي وهبدأ بقى ان هي تسخن تسخن جدا جدا وهبدأ بقى ان انا انزل بالشاورمة بتاعتي عشان انا عايز اتاخد لون طبعا ما عندكش جريل عادي ان فيش اي مشكلة عملاها في طاصة يعني اهو هي كده خلاص تخن اوي الزيت هبدأ بقى انزل كده مرة واحدة بالشاورمة طبعا بقى انا اسمع الصوت صوتها طبعا عايز اسمع صوت التاشة بتاعيت هذي الصوت ده مهمة اوي طبعا عشان تعرفي ان كمان الزيت بقى كان سخت هبدأ بقى كده ان انا قفل كده الشاورمة بتاعتي كلها ومش هقلب فيها كتير عشان ما بتنزل الشرمية بتاعتها طبعا احنا الشاورمة مش بقفها مية يعني تاخد بقى كده لون حلو اوي وبعد كده هبدأ ان انا اقلب بس برضي بالراحة خالص واحدة واحدة كده وهقلب فيها اهو كده شايفين بقى لونها كمان جماعة لون التوابل دي حلو اوي يعني لونها اصلا محمر شوية كده طبعا اكيد حطين فيها بابريكا بقى وكلام من ده بس هما بقى ايه عاملين الخلطة فعلا حلوة اوي يعني طعمها كان مديني اكني جايبها من برا انا بصراحة اول مرة اجرب الكيس ده كنت الاول بحط طوابل من عندي طبعا كان بتاعتها جميلة برضو بس الطوابل دي حسزتني بتعمل الشاورمة اللي برا مش عارفة بقى ليه اكيد فيه سريري يعني في الموضوع قلبتها بقى طبعا كده تقلبتين وبعد كده هنزل بقى بالبصل الجوانح انا محضرها معيها انا بقى قطعت كده بصلية كبيرة كده قطعتها جوانح كده وبعد كده هبدأ ان انا اضفها بقى كده على الشاورمة لما تبقى تخش انها في السوا واقلبها بقى كويس اول بصل طبعا بيكون مسك في بعضه بقى فهفك كده عن بعضه وطبعا ياريت لو عندك بصل الاحمر بيكون احلى واحلى في الشاورمة بيبقى جميل اوي اوي فعلا بحبه اكتر كمان من البصل الابيض بس ما كانش عندي الابيض ده بس طبعا برضو كان طعم وكان حلو اوي مشكلة يعني وبتكوني بقى محضرة معاك برضو كفلفل الوان بقى وفلفل رومي اللي انت طبعا بتحبيه ولو بتحبه طبعا حرقة بقى وكده دي في بقى فلفل فلفل حامي اهو ده فلفل كده الوان ده فلفل رومي اللي هو الاخضر اللي هو العادي يعني ومعايا برضو هنا تماطمويتين مقطع شايل البزر اللي جواها ومقطعها برضو بنفس الشكل ايه الفلفل كده عشان تديني يعني شكل حلو وهقلبها بقى خالص وفي الاخر خالص بقى هبدأ اضيف كده شوية بقى دونس لما تقفلي خلاص كده عالشاورمة تروحي بقى حطى البقى دونس ده بيديها كمان ريحة حلوة اوي كده خلاص انا خلصت الاكل اهو معاكو بقى الشاورمة خلاص جايزة هي الريحة بقى والطعم مش قادر اقولكو حمرت البطاطس وانا عملت هنا طحينة ما عملتش طمية يعني احنا بنميل اكتر اللي صلت الطحينة بصراحة والعيشة هو زمانتو كده شايفين بقى شايفين شكله عامل ازاي وطري وجميل اوي اوي هعمل بقى كده معاكو صندويتش كده بسرعة هقولك يعني انا بعمله ازاي طبعا كان صندويتش رهيب اول حاجة طبعا بقى هضيف كده مع علاقتين حلوين كام التحينة صلت الطحينة ان احنا عملينها مع بعض انا ما عملتهاش معاكو ان طبعا انا عملتها كده مرة في القناة فهي سهلة اوي يعني هو طحينة ومية وشوية خلص صغيرين اوي ونس اللمونة وملح وكمون وفلفل اسود ويعني معلقة هارسة صغيرة اوي عشان متبقاش حرقة اوي هارسة اللي مش هتشطة كده انا حطيت بقى شوية طحينة وحطيت شوية شاورمة ومعلقة تحينة كمان كامل وش وحطيت بطاطس هبدأ بقى ان انا كده طبعا لو انت بقى حابة تحطي خيار مخالي لحطي عادي طبعا بيديه طعم كمان احلى بس انا ما كانش عندي يعني تحينة شكرا